وأعظم الحياء ورأسه الحياء من الله تعالى لما حضر الموت الأسود بن يزيد النخعي بكه فقيل له ما هذا الجزع فقال ما لي لا أجزع ومن أحق بذلك مني والله لو أتيت بالمغفرة من الله عز وجل لأهمني الحياء منه مما قد صنعت إن الرجل ليكون بينه وبين الرجل الذنب الصغير فيعفو عنه ولا يزال مستحيا منه حتى يموت ولما دخل أحدهم على الإمام أحمد وأنشده إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني قال أحمد أعد عليه فأعاد عليه فقام ودخل بيته ورد الباب قال الراوي فسمعت نحيبه من داخل البيت وهو يرددها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر